اشتركوا في القناة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التعليم يعد حجر الأساس لأي مجتمع يسعى إلى قطع خطوات متسارعة على صعيد التنمية بمختلف أبعادها وأن حضارات الأمم والشعوب تنهض وتزهر بمقدار ما تسهم به في خدمة الإنسانية وما تضيفه من علم وثقافة وقال سموه إن مملكة البحرين أقامت نهضهتها الحضارية ولا تزال عبر الاهتمام بالتعليم وبناء الإنسان وتكوينه معرفيا وثقافيا وتهيئته بما يمكنه من الإسهام في عملية التنمية والبناء وأكد سموه دعم الحكومة وتشجيعها للاستثمار في قطاع التعليم من خلال الاستراتيجية الشاملة التي تهدف لتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار في التعليم وتبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة لمشروعات التعليم الخاصة ووضع المعايير التي تضمن تقديم مستويات عالية من جودة التعليم بمختلف مستوياته وأشهد سموه بالثقة والاعتمادية العالية التي يحظى بها المستوي الأكاديمي للتعليم العالي في مملكة البحرين وحرص القائمين على المؤسسات الأكاديمية على الوفاء بمتطلبات ضمان جودة التعليم التي جعلتها أكثر جذبا للدارسين وطلبة العلم من مختلف دول المنطقة واجدد سموه التهنئة للقائمين على الجامعة الأهلية بتجشين مقر الحرم الجامعي الجديد بالمدينة الشمالية وبما تحققه الجامعة من مؤشرات ومستويات جودة أكاديمية متميزة معربا سموه عن تمنياته للجامعة وكافة منتسبها بالتوفيق والنجاح وأن تواصل دورها ومكانتها كصرح تعليمي يسهم إلى جانب الجامعات البحرينية الأخرى في الارتقاء بمسيرة التعليم العالي في المملكة من جهة عبر الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الحواج عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعايته الدائمة لمسيرة العلم والتعليم في البحرين ما جعل المملكة مركزا تعليميا وعلميا رائدا في المنطقة وأسهم في تخريج أجيال مؤهلة بأحدث الأساليب العلمية والمعرفية التي تشارك بدور كبير في تعزيز أسس النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات وأشهد بتفضل سموه بوضع حجر الأساس للحرم الجامعي الجديد للجامعة الأهلية بالمدينة الشمالية وما شكله ذلك من حدث هام في تاريخ الجامعة وما يمثله من عنصر تحفيز لها لأن التواصل الجهود لتقديم خدمات تعليمية تلبي طموحات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع يتحلى بالعلم والمعرفة الحديثة مؤكدا أن التوجيهات السديدة لسموه تمثل منهاج عمل سوف تعمل الجامعة على تطبيقه من أجل مزيد من الارتقاء في أداء رسالتها التعليمية اشتركوا في القناة موسيقى كل أبناء الأهلية طال عمر كلهم يتمنون ويتشرفون بلقائك يا طول عمر ويعتبرون أن كل ما حصل في هالبلد من تقدم ونماء بتوجيهاتكم طويل عمر ولذلك هم مسرورين جدا وسعيدين بتشريفكم لنا في حفل وضع حجر الأساس لأننا نحن مؤمنين تام بأن يدك الكريمة ويديك الكريمتين فيها خير كثير لنا وللبحرين إن شاء الله يا خليفة يا نظر كل عين بحريني ملك روحا شريفة يا رجل متفرد بحبه مثل ما الشمس بالتنوير يا إنسان ما يوقف عن التطوير والتعمير يا زار عفكارك وأرشادك وأخلاصك لكل شعبك وما تبغي من الدنيا سوى البحرين تتحول مدى الأيام ديرة من أعاصير الهموم اللي تحيط بها نظيفة يا خليفة أيادي مجدها أفعال سباقة ورفعة شان ما توطي مباديها يا بو يطيب عانق وجهك شراقة مع الأمال كل لحظة تجاريها نعم يا فخر يسمو بين براقة سما والأرض تكصد لللي بانيها وتنبت حب مكتوب على وراقة خليفتنا وجودك عذب راويها سلامة مقدمك لعيون مشتاقة تحيك الشوف لجلك وانت غاليها ترجمة نانسي قنقر